وراء أحداث انتفاضة الثامن مايه خمسة وأربعين أسباب فيها ما يتعلق بتزايد الوعي القومي للشعب الجزائري الذي تولد مباشرة بعد مشاركة الجزائريين في الحرب العالمية الثانية واحتكاكهم بالحركات التحرورية تزايد الوعي القومي لدى الشعب الجزائري مشاركة الجزائريين في الحرب العالمية الثانية واحتكاكهم بقوات الحلفاء واحتكاكهم أيضا بالحركات الإصلاحية في العالم وبالتالي فعرفوا أن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة مطالبة الجزائريين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أيضا امتلاك الشعب الجزائري للخبرة العسكرية من خلال مشاركتهم في الصفوف الأولى في الحرب العالمية الثانية خرات على سبيل المثال المدينة التي عرفت فصلا من هذه الانتفاضة التي تحولت لمجزرة ارتكبها جيش الاستعمار الفرنسي ضد أبرياء من الشعب الجزائري إرغازن رانين لستاذ على جلان تورا الرجل الخالس دو القنترا تعبين كمين التوين دي إلا بريغاد سعاج مدينت داخل الدينت ويات تنديهن غنين مرة أينك قيمنا رولين جما عندلك دابرة توينس وكميني شعب تلخرا القنترا طياش السين لامي خير لا ديناي غن محمد عرب حنوز سعيد عليك شاهد على هذه الأحداث بل أباد الاستعمار الفرنسي عائلته بالكامل ونجاه هو بأعجوبة أباد أباد موسى فيما عكاش محجوبة أباد سليمان في 17 سنة عمريس في الأخي أباد حمو في 3 سنة عمريس في الأخي أباد 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 أمينا في 4 أو 5 شهور في الأخي إنها الأحداث التي تعود ذكرها في كل مرة لتذكر أجيال الجزائر بماضي السلف الحافل بالأمجاد